من الحاجات اللي حضراتكم ممكن تلاحظوها وانتو بتتفرجوا على فيلم واحد تاني هو الاعلان عن بعض السلع وبعض الماركات بقول ممكن تلاحظوها مش ضروري حتلاحظوها لانها مستخدمة بدرجة عالية من الحنكة والخلصة يعني مثلا اعلان لعربية طب ما هو عادي شخصيات فحدوتة وممكن تركب عربيات طب اعلان عن تلفزيون طب ما هو عادي مجموعة اصدقاء في نفس القصة برضو وممكن جدا يشغلوا تلفزيون طب اعلان لأحد ماركات الأجهزة الكهربائية على مركب ايه مش شايفين العلاقة قوي؟ ولا انا فكده نبقى احنا بالاتنين اول واحد يحصل له اللي حصل هحكيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانه سلام بيكون في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو واحد تاني وحلقة النهاردة بقدمها بالشراكة مع موفيز بوب كورن واحد تاني هو فيلم عودة احمد حلمي للسينما مرة اخرى بعد غياب ثلاث سنين من ساعة فيلم خيال مقاتة وبيشهد تعاونه الاول مع المخرج محمد شاكر خضير ومع السيناريست هيثم ضبور احداث الفيلم بتدور عن شخصية مصطفى اللي كان معروف في شبابه باسم اكس كان شاب نشيط جدا ومفعم بالحيوية والطموح ولكنه لما كبر اصبح شخصية خاملة جدا لحد ما بتتم دعوته للقاء مع مجموعة من اصدقائه من ايام الشباب وبيكتشف قد ايه حياته اصبحت مملة ورتيبة والحل بيجيله من خلال اخو واحدة من افراد شلته من ايام الشباب فيه شكل عملية بالتحديد اكتر لبوسة حتخليه يرجع مرة اخرى لاكس بتاع زمان ولكن العملية بتشهد احد المضاعفات الغير متوقعة بتتسبب في ارتباك كبير لمصطفى وفي نفس الوقت بتدي له فرصة انه يبص على نفسه بشكل اقرب ويقرر هو حابب حياته وشكلها يكون عامل ازاي فيا ترى ايه اللي هيحصل قبل ما ندخل في رأيي وانطبعاتي حابب اشكر موفيز بوب كورن على الشراكة اللي بنقدم من خلالها الحلقة دي وكذلك اجدد دعوتي لحضراتكم لمتابعة حساباتهم على انستجرام وتويتر بعيدا عن العنوين المثيرة على الفاضي بعيدا عن الاخبار مجهولة المصدر وبعيدا عن احتلال التايم لاين بتاع الناس سواء فيه حاجة تستاهل او مفيش محتوى حسابات موفيز بوب كورن مش مقتصر على الاخبار تقدروا تقولوا ان محتوى الحسابات بيقدم تجربة ترفيهية فيها مساحة للاراء والمسابقات والذاكرة السينما والمسلسلات شراكتنا مستمرة وتعاوننا مستمرة وفيه مفاجآت كتير بنحضر ليها مفاجآت ممكن تفوتكم لو مش متابعنا دلوقتي حالا من اللينكات اللي في الديسكريبشن وكذلك طبعا اشتركوا في قناتي فيلم جامد لو ما كنتوش مشتركين كنا بنقول ايه بقى اه فيلم واحد تاني بتاع احمد حلمي فيلم واحد تاني بكل تأكيد افضل من فيلم احمد حلمي الاخير خيال مقاتة ولكنه برضو فيلم مش حلو فيلم واحد تاني زي ما هو معروف للجميع فيلم كوميدي وهو كفيلم فيه مشاكل كتير اوي مشاكل تفكك ملحوظ ومش صعب ابدا اننا نحس بيه فصل تمهيدي سريع جدا وما فيهوش تقديم مناسب للشخصيات تحولات كتير من غير دوافع واسباب كافية مواقف ومشاهد مهمة ما بينتوكش عنها اي تحول تقديم وتأكيد على بعض العناصر اللي تبدو كما لو كانت مهمة ومع ذلك ما بيتمش استخدامها اطلاقا اشارات كتير بتدل على ان الفيلم ده كان بيعاني كان بيعاني من مسودات كتيرة من تضارب في وجهات النظر من مواقمات لارضاء جميع الاطراف معدل مشاهد على ما يبدو واتفاق عام على ان الاولوية الاهم هي الكوميديا وانا على فكرة ما عنديش اي مشكلة مع ده يا ما شفنا افلام مفككة ولكن بتضحك فعلا وده بيكون له تمن ولكن الدنيا بتتوازن المهم يعني فيلم واحد تاني الفاتورة كانت كبيرة شوية يعني انا مستعدة اتغاضع عن المشاكل الكتيرة اللي موجودة في الفيلم كفيلم بس ادفع بقى ممكن حد يقطع الحتة دي ويقولك محمود مهدي بيطلب رشوة بشكل مباشر ادفع كوميديا ادفع مواقف ما شفناش زيها قبل كده ادفع ضحك متواصل لا ينقطع ادفع تنوعه في المشاهد علشان ترضي جميع الاذواء والصراحة الكوميديا في الفيلم مش اسوأ حاجة فيه فيه مشاهد كتير كانت فعالة بس فيه مشاهد تانية كتير قوي كانت مكررة واللي اعتماد فيها قائم على نفس الاداة الكوميدية الجرأة في الايحاءات وسوق التفاهم يعني شخصية بتتكلم عن حاجة والشخصية التانية بتوسيق فهمها لان المفردات اللي هو بيستخدمها ممكن بسهولة تنطبق على حاجة تانية حاجة كده شبه اللي كان بيعملها هاني رمزي فعاوز حقي وغبي منه فيه مع الفارق طبعا لصالح هاني رمزي مشهد سوق التفاهم اللي حقيقي كان فعال في فيلم واحد تاني هو المشهد اللي شارك فيه محمود حافظ طب ما كان كفاية مرة واحدة لأ لازم نحاول كمان مرة والمرة دي مع عمرو وهبة والمرة دي المشهد ملوش اي معنى لانه بيفترض سوق التفاهم عند الطرفين طب شخصية عمرو وهبة ومفهوم انه هو ممكن يقول بعد التعبيرات اللي ممكن تتفهم غلط لكن ما تتفهمش غلط من شخصية مصطفى لانه المفروض فاهم كويس اوي هو يقصد ايه عاوز اقول ده اسمه ايه في محاولات الكوميديا يا جماعة بس اتوقع ان انتوا فهمتوا واصلا موضوع الايحاقات في الفيلم زايد عن حده ده كان ملحوظ في التريلر ولكن قلت ندي الفيلم فرصة يمكن فعلا الحاجات دي يبقى لها توظيف ولكن بعد مشاهدة الفيلم لازم اعترف واقول ان ده ما كانش حقيقي كون ان العملية بتاعتنا عملية زرع البوسة ده ملوش اي هدف غير انه يفتح الباب للايحاقات والاعتماد الكامل على الايحاقات ديت في تصدير الكوميديا وزي ما قلت ده في احيان كتير كان ناجح ولكن في احيان كتير اخرى كان بائس ويائس فيه استجداء للضحك من غير احترام عقل اللي بيتفرج ودي حاجة محزنة جدا الحقيقة خصوصا لما نضع في الاعتبار انها تقريبا اغلب الحاجات الاصلية اللي موجودة في الفيلم فيلم واحد تاني قابل اتهامات كتير بالتقليد من ساعة ما ظهرت التريلر بتاعته انا شخصيا شفت بعض التشابه ما بينه وما بين فيلم ياسمان التعليقات على التريلر رياكشن على يوتيوب وتويتر كانت بتشغي اتهامات بالتشابه مع مسلسل Living With Yourself واحد الاصدقاء وضح لي بعض التشابهات مع فيلم جوناثن والحقيقة فيلم واحد تاني مش شبه واحد من دول اوي هو الصراحة فعلا شبههم كلهم مشكلة بطلنا هي مشكلة بطل فيلم ياسمان العملية اللي عملها وفصل النهاية شبه مسلسل Living With Yourself وكتير من التفاصيل اللي في النص متشابهة جدا فعلا مع فيلم جوناثن طب فضل ايه؟ تغيير في المواقف؟ محاولة بعت رسالة مشوشة ومشوهة من خلال المواقف دي خط الرومانسية اللي مليان تقلبات غير مفهومة فصل الحلم وتحقيق الطموح اللي اغرب من الخيال حاجة في منتهى السذاجة يا جماعة وانا متأكد ان اللي شافوا الفيلم فاهمين انا بتكلم عن ايه ولو حابين ممكن نبقى نتقابل على الستريم ونتكلم بحرية حرق ولو اتكلمنا عن العناصر الفنية والتقنية اللي موجودة في الفيلم حنلاقي بعض علامات الابداع ولكن الناس زي ما تكون كانت محبوسة الادوار المسندة كلها كويسة ولكن هشة جدا روبي كانت كويسة واظهرت حيوية تستحق عليها التحية فعلا ولكن الشخصية بتاعتها ملهاش اي معنى برافو عليها فعلا انها قدرت تسرق بعض اللحظات الجيدة لانها في اغلب الاوقات كان مطلوب منها انها تبقى مضل هيكل كده عشان احمد حلم يقعد يعمل معا المشاكسات الرومانسية الضريفة المعتادة بتاعته نسرين امين كمان كويسة جدا اه الشخصية بتاعتها مفتقدة للدافع في كل حاجة بتعملها ولكن ارحم من غيرها نفس الامر تقريبا ينطبق على شخصية احمد مالك اللي برضو كويسة ودمها خفيف وبرضو مفتقدة تماما للدافع محمود حافظ عنده مشاهد قليلة جدا ولكن من ضمنهم افضل مشهد في الفيلم سيد رجب ممكن اعتبره مش موجود عمر عبد الجليل موجود في نفس القالب اللي انا كنت خايف انه هو يبقى موجود فيه احمد حلمي لو هتكلم عنه هكون مرتبط جدا لان من ناحية ممكن ابص عليه كممثل داخل الفيلم ومن ناحية تانية لازم ندرك ان المشروع كله منصب له هو كممثل داخل الفيلم كويس عنده اهتمام وعناية حقيقية بالكوميديا حاول جدا يبيع مواقف مفيش اي حد في الدنيا يقدر يبيعها خصوصا وانه مطلوب منه انه هو يطلع في المشهد اللي بعده زي ما يكون اللي حصل ده كله ما حصلش بس احنا عارفين ان دوره اكبر من كده ولو فيه مشاكل خارج اطار شخصيته فهو بكل تأكيد مشارك في المسئولية ولو عاوزين نتكلم عنه كممثل بس فهو بكل تأكيد من افضل عناصر الفيلم مش عارف احمل ملف الاخراج ايه ولا ايه الحقيقة هل محمد شاكر خضير يشيل مسئولية التفكك ده كله الاقاع الغريب لبعض المشاهد الكوميدية في مشاهد في الفيلم ده فكرتها ممكن تدحك لو واحد بيحكي كويس وجي يحكيها لحضراتكم ممكن تدحكوا ومع ذلك لما اتفرقت عليها وانا اتفرقت في السينما زحمة ما كانش فيه ولا صوت بيطلع التوظيف الغريب للمواد الاعلانية داخل الفيلم برضو يا جماعة الموضوع ده ليه اسم مش عاوز اقوله باقي الادوار الفنية اللي موجودة في الفيلم حقيقة كويسة ولكن لا تؤدي الغرض يمكن باستثناء الملابس اللي حقيقة كان فيها ابداعات وحقيقة الابداعات دي كانت بتضحك حتى الموسيقى التصورية في احيان كتير ممكن تحسس المشاهد بالغرابة غرابة من الاستخدام غرابة من التوظيف غرابة من الغياب فيه مشاهد كنت تحس انها بس عاوزة ترك مزيكة ورا مفيش بس للامانة الفصل الاخير من الفيلم كان الاكثر توفيقا على مستوى الاخراج كان فيه لعبة مؤثرات كده ما بشوفهاش كتير وكانت معمولة كويس جدا واقعها كان موفق والصالة اللي انا كنت بتفرج فيها صوتها علي يعني يا جماعة الفيلم فيه حاجات تؤكد على ان الناس دي كانت ممكن تطلع حاجة احسن من كده بكتير ومن خلال الامكانيات اللي هما اظهروها داخل الفيلم نفسه الصراحة الصراحة حتجنن واعرف ايه اللي حصل زي ما قلت فيلم واحد تاني بكل تأكيد افضل من فيلم خيال مقاتة بس دي ما كانتش حاجة صعبة قوي يعني ان احنا نتفوق عليها وكل اللي عندنا افضل هو بعض الكوميديا الموفقة قابلها على الجانب الاخر مشاكل كتير جدا ووضحة جدا والمراضي برضو انا ميال لتحميل المسئولية على احمد حلمي لان الاسماء اللي هو بيشتغل معها المراضي اسماء معروفة وجيدة وما ظهرش عندهم قبل كده المشاكل جيد معادلة منطقية بسيطة جدا وغير معقدة تخليني على عكس الفيلم اللي فات مش مترقب اللي ممكن يحصل في الفيلم اللي جاي تقييمي لفيلم واحد تاني هو خمسة ونص من عشرة وشكله هيبقى موسم زي العسل منقشة الحلقة عن توظيف اعلانات المنتجات والسلع والمركات داخل الافلام ايه الافلام اللي تفتكروها اللي عملت الموضوع ده بشكل شيك وايه الافلام اللي تفتكروها اللي عملت الموضوع ده بشكل وقح ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا وشيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تكلموا الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام ووي بوي